مستعد للتجربة؟ يلا متحمس للتجربة يلا جربت لكم صار زمان معملنا جربت لكم بها والأيام وأنا سعيدة اليوم بهذه التجربة تجربة يعني مع أداة خرافية طارق لن تصدق جربت لكم أداة عجيبة لا تفضل بليز تفعل في الرقبة والأكتاف وأعلى الظهر وأسفل الظهر ووين ما بدك فعل يد المدلك الفيزيائي لبل أكثر جربت لكم آلة تدليك خليني أقول أوتوماتيكية تمشي على الكهرباء شياتسو وشياتسو مستعد أنت هلأ لجلسة استرخاء لدقائق طويلة أنا متحمس أنا من الصباح متحمس يعني اكتشفتها قليلا أنا قبل البرنامج ولكن حسناً هي كما مسند نضعها خلف خلف الرقبة ولها شو بدنا نسميها من هنا مظبوط هيك عم حطة الصوتي واضح على الميكروفون ثم تسندها بمكانين تسند يديك بمكانين وتصلها بالكهرباء مع الأسف أنه ما بتمشي على البطارية واحد وتضغط play ما بتبلش أي 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 إذن تضعها على قاعدة كتفيك وكل هذا سيساعدك على فك توترات العنق والأضلع شبه المنحرفة بيسموها شبه المنحرفة في الظهر وهناك سرعات معينة يمكنك الآن اللعب إذا بدك بشدة الاهتزازات من المقابض يعني هون شايف في زر بيعطي حرارة وتحته شوي في زر بغير اتجاه التدليق بيتغير دوران رؤوس التدليق إذا أنت ما غيرت بيتغير بعض ديئة وحدة تقريبا لحاله الحرارة هي طبعا اختيارية بتحب تجرب شوي طبعا ما تقول آي بس أنا بحاجة إلى جلسة تدليق وخصوصا بعد يوم طويل من العمل ريتا وخبرني شو رأيك يمكن الشريط علق استنى ولا تفضل طيب طبعا دايما بعد سترس نهار عمل طويل احكي احكي ريتا طيب أنا الآن هناك ربوع عم بيدلك لرقبتي بس بيضغط منيح يعني أنا عملي جلسات شاتسو بالضغط بالأصابع عن مدلكة وهي مؤلمة هذا لا يؤلم بالدرجة التي تؤلم فيها المدلكة ولكنه يضغط بعنق يعني على وبالإمكان التحكم بربما بالقوة أو بالسرعة ولكن هو بالفعل يعني شبيه بالتدليق الطبيعي نعم شيتسو الضغط بالأصابع وجبت شوية معلومات عنه قلت لك قبل أن تصعد أنت إلى الاستوديو وصعدت قبلكم بوقت يعني وعملت 15 دقيقة على العلبة مكتوب أنه لا يجب علينا يتوقف بعد 15 دقيقة عن العمل ولا يجب علينا طيب أنت مش عم تسمعني رح أكي مع المستمعين ويجب علينا أن نتوقف بعد 15 دقيقة طيب لحكي لهم عن المبدأ الأساسي للعمل من الشياتسو بالضغط بالأصابع أول شيء المبدأ هو فيزيولوجي يتعلق إذن الأمر بممارسة الضغط التدريجي على سطح الجلد عادة عند المدليكين اللي بمارسوا هذا النوع من التدليق بيبقى الإنسان بتيابه كما أنت الآن وهذا الشيء عن جد بساهم باسترخاء العضلات يعني دقيقة ربما لا تكفي ولكن أنت تشعر عندما تضعه براحة مطلقة أنه أوكي مؤلم قليلا هل تتألم؟ سألتك سؤال الأمر الآخر الملفت في طريقة الشياتسو بيقولك أنه هذه الطريقة تعزز الطاقة في الجسم أو ما يعرف بقوة الإنسان يعني لما قلت شيء هي قوة الإنسان أو هيك بيعتقدوا اليابانيين والصينيين والهنود وبالتالي بيصير هل يعني ممارسة هذا النوع من التدليق بانتظام بيصير كأنك عم تعمل جسم منيع أمام مختلف المنغيصات الحياتية يحض من التوتر، يحفز ويقوي جهاز المناعة، يوازن نظام الطاقة ويؤمن الاسترخاء البدني والنفسي ويجعلك هيك حتى ولو براسك أنت وقعد بإحساس من الرفاهية وهيدي فينا نستعملها أيضا على ألام أسفل الظهر يعني أنت هلأ حاطتها على شبه المنحرف ولكن يمكنك أن تضعها في أسفل الظهر أنا بالصراحة أعجبني التصميم بالإمكان مريح جدا في أي مكان في الجسم قد تسألني عن سعرها مثلا عند الذهاب إلى أي مدلك تدفع سبعين وثمانين وما فوق ولا أريد أن أقوم بإعلان ولكن سعرها أقل من ذلك أقل منها وبتظل بتخدمك كل يوم لحد ما بدك لحد ما يفقع الموتر أعتقد أنه من الأفضل يعني إنها نطفيها وإلا سأنام أنا الآن في الستوديو ريتا حبيت؟ شربت لكم؟ جميلة جدا سأذهب وأجربها على الجميع ناية من الجميع بالمكتب لا أنت عملت دعايه على الأقل لي مثلا يعني بتعرف ليش عم بيحكي لأنه حسيت أنه ممكن تكون شيء كتير مفيد ولأنه عن جد بتحس باسترخاء تام بعد استخدامها الآن بعد عادة الجلسات الطويلة ساعة من تدليق الشيطسو عند بني آدم حقيقي يعني مش آلة كهاي بيطلع الإنسان حاسس حاله كتير منيح وواه وإلى آخرية ولكن هناك تأثيرات جانبية تأتي بعد عدة أيام بسبب هذا التغير إذا بدك بمسار الطاقة وبالضغط الكثيف على نقاط محددة بالجسم بيصير فيه تعب بيصير فيه نوعاس بيصير أحيانا نوع من غسيان ولكن هذا كله يذهب يعني فيه أجسام تدفع تمن هذه الجلسات هذا النوع تعرف إليه أيوب زار باعتقد حدا وعمل جلسة طبيعية الشيطسو كان عليه أن يكون معنا قبل الأعياد لي حديثنا عنها ولكن لم ربما في العودته طبعا طيب لكن يعني جربنا لكم أتمنى أن يكون لديك كل يوم تجربة كهذه يعني لا يجلس الضغر تحرس عند شيء للرجلين أنا أؤمن بمسألة قد يمكن التدليق فيه يكون مفيد للجسم والعقل والروح وقد يشكل شيء عم بتحول لربو الآن يعني كنا نتساءل ربما قبل شهر من الآن عندما تحدثنا عن الروبو والصحفية الآن هناك ربو يعمل لك مساج طيب لما لا يعني بالآخر بيوفر وعم بيعطي نتيجة جدا مقبولة ولكن يعني هناك على الورقة إن جئت به اقرأ تماما ما كتاب لتلافي استخدامه أكتر من 15 دقيقة كيف تعدل الحرارة يعني في مسائل لازم الواحد ينتبه له غير أنه والله فرحنا وعملنا مساج وغفينا قدام الميكروفون لا لا عشان هيك أنا قلت لك طف الجهاز وإلا طف النور سأفة طف النور لا نتركك اتنام شوي شكرا نريد طيب جميلة هذه التجربة ترجمة نانسي قنقر